تنضم معنا عبر سكايب الأستاذ دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية أهلا بك أستاذ دعاء معنا في قناة الإخبارية بداية دعينا نعرف الإذاء والفرق ما بينه وبين الإساءة الجسدية بسم الله الرحمن الرحيم الإذاء كان في السابق ممكن أن نقول أنه أمر طارئ في المجتمع ولكن الآن أصبح كثير وهو متعدد ولو أنواع عدة منها تعد الإذاء اللفظي الإذاء الجسدي الإذاء من قبل الوالدين من قبل أحد المعلمين من قبل المجتمع دائما الأطفال أكثر أشخاص يشتكي من الإذاء ولا يستطيع التبليغ عنه فالجهة المسؤولة عن المكان الموجود في الطفل هي المسؤولة الأكبر في التبليغ عنه سواء إذا كان من الأسرة الجيران أو الأقارب إذا كان من المدرسة المعلمين أو الإدارة المدرسة إذا كانت في المولاد أو الأماكن العامة المجتمع نفسه والتبليغ يجب أن يكون على وعي كامل من المجتمع أن المبلغ لن يتضرر بتبليغه لأنه كثير من المجتمع خوفه من أن يقع في مشكلة معينة أو يدخل في كومة من المشاكل يتجنب التبليغ وتلاقيهما الكل واقف يتفرج دون اتخاذ أي أمر وهذا ما أكدت عليه الوزارة في الخبر قبل قليل وهو حماية المبلغ لكن سيد أدعاء غالبية الحالات على مستوى العالم أنت تعرضت إلى مجموعة من الأماكن التي قد يحدث فيها هذا الإداء لكن غالبية الحالات هل تتم داخل الأسرة أم خارجها؟ هناك أطراف عديدة سواء داخل الأسرة من أحد الوالدين أو الأخوان أو من الخدم الموجودين داخل المنزل وأيضا نجدها كثير في المدارس من المعلمين يكون الطفل صغير في العمر ويكون الإداء دائما جسدي بضرب أو لهو التحرش الجنسي برضو هذا ذلك يسمى إداء ويكون الطفل غير منبه من المنزل كيفية التبليغ عن هذا الأمر فيكون الطفل أكثر خوف من هذا الشخص المعتدي أو القائم بالإداء عليه وهنا تكمن المشكلة أكبر سكوت هذا الطفل أو هذا الشخص الذي تعرض للإداء يجعله أكثر عرضة أن يقوم به لطرف آخر يعني الشخص القوي الذي آد الشخص ولم يعاقب عليه سيجد فرصة تانية لإيذاء من غيره والشخص الذي تم الإداء عليه كمان سيجد شخص آخر أضعف منه ويقوم عليه بالإداء ولكن الخوف أن هناك عقوبة لمن يتعرض أو من يقوم بهذا الأمر سيكون يعني رادع قوي أنه لا يستطيع أي من كان سواء من داخل المنزل أو من خارجه أن يقوم بأي إيذاء بأي أنواعه لأي طرف كان طيب السيد الدعاء يعني الحديث عن الإجراءات المتبعة في حالة البلاغ أو تلقي البلاغ يعني قد تطول لكن يعني نختصرها في عملية التواصل مع الحالة بإجراء بحث نفسي وتقييم وضعها إذا كانت ستدعي يعني إيداعها أو إيواها في دور الرعاية فيتم توفير يعني الحماية لها في دور الرعاية هل ينبغي برأيك يعني توفير عدد أكبر من دور الرعاية من المتوفر حاليا أم أنها كافية؟ نحتاج توفير بكميات أكبر ونحتاج أيضا تجاوب أكثر من الجهات المسؤولة لأنه لدي عدة عدة من الحالات تم التبليغ ولكن لم يجدوا القوة أو المساندة من الجهات المسؤولة يعني حتى يكونوا أكثر إطمئنانا فإذا كان أحد المبلغين يعني مثلا طفل بلغ عن أسرته هو داخل البيت وهو قاعد في نفس البيت فمعناها هيصير عليه إيذاء أكبر من أحد الولدين التي قاموا بالإيذاء لأنه لا ينتشره من البيت ما يخرج يفضل في البيت ويبلغ فمعناها هنا مشكلة أكبر فيجب تغيير الأدوات أو الأسلوب المتخذ في حال التبليغ عن الإيذاء إذا كان في الماكنة العامة أو أيضا من البيت وهذه أكبر كارثة لمن يكون الإيذاء من داخل البيت لأن مثلا الإبن أو الإبنة تعامل بمعاملة سيئة من الإيذاء من الوالد مثلا أو الوالدة وهي لسه جالسة في البيت فمعناها هنا ستكون المشكلة أكبر والجهات المعنية بالعقوبة أو إتخاذ الإجراء تأخذ فترة أو عدة من الأيام حتى يتخذوا إجراء وهذا جدا صعب طيب بالحديث عن هذه الإجراءات أستاذ دعاء هي كإجراءات تبدو جيدة ولكن أحيانا التنسيق قلة الإمكانيات لدى بعض الجهات ألا تمثل عائق نحو تطبيق هذه الأنظمة وحماية الطفل بشكل أساسي من وجهة نظري أنه لازم يكون في إجراء أكثر حدة وأكثر تقنن حتى ما يؤدى يكون الإيذاء أكثر وأصعب لأنه لما أنا الآن أبلغ داخل البيت ولأنه لسه إحنا هذا شيء جديد يعني ما في الإمكانيات الكبيرة اللي تقوم عليها أنه الآن مثلا يرسلوا جهة مسؤولة أو يتاخذ الطفل وينحط في دور الإيواء أو غيره فبيضطر الطفل يشلس لسه في بيت الأسرة فيلاقي إيذاء وتعنيف أكبر وبعدين ممكن كمانا من بعض الحالات اللي جاتنا يصير الأب يلجأ للجهات ويشتكي عقوق من الأبناء وبعد كده يصير الأمر ينقلب ضد الطفل اللي هو طلب العون من الجهات المسؤولة إنه هو طفل معنف أو إنه هو طفل بيعرض لمشكلة فلجب أن تكون هناك شوية قواعد جديدة أكثر حماية للشخص المبلغ سواء كبير أو صغير حتى هناك شباب كبار بيعنفوا داخل بيوتهم أو المدارس أو في الأماكن العامة يعني يجد كثير في المولات أهالي يعني بيتخذوا سلوب جدا سيء أو حتى على الموظفين في الأماكن العامة في السوق أو غيره بيجد نوع من الإذاء ولا يكون لديه الوسيلة لحماية نفسه فدور المكان جدا مهم ولكن نجب أن يزيد أعداده وتكون كمان بطريقة مغيرة عن الموجودة الآن بأكثر حماية طيب الآن أستاذ الدعاء تخصيص يعني مثل هذا الرقم واحد تسعة واحد تسعة لإبلاغ عن حالات الإذاء تخصيص قنوات أخرى أيضا متاحة للتواصل مع الجهات المعنية هل أتاح مزيد من تقليل هذه الحوادث أتاح مزيد من التواصل مع الجهات ذات علاقة لحماية للطفل تحديدا أما أنها الثقافة لازارت غايبة أنا أجد أكثر جهة استفادت من هذه البلاغات هي المدارس وأنا فعلا صادفت عندها من الحالات المدارس تتخذ إجراء جدا ممتاز إنها تبلغ عن الأطفال اللي جايين مثلا المضروبين أو متحرش بهم السائق أو الخادمة أو الأهل ما يعرفوا فالمدرسة لها دور مرة كبير وفعلا لما تواصلنا معهم أكبر دور بيقوم في هذه الجهات للتبليغ هم المدرسة لما يلاقوا أي إيذاء على الطفل وأتمنى أن يكون حتى داخل البيوت حتى في المولات نحن كثيرا نرى الدادات يضربوا الأبناء أو في أبهات يضربوا أبناءهم أمام الجميع أو حتى الراجل يضرب زوجته في المول فيجب أن يكونوا نفسها خافة الحوادث ربما كثيرة والأمثلة قد تضرب في ذلك كثيرة لكن أشكرك شكر جزيلا على ما تفضلت به معنا في هذه الإطلالة